الأسبوع الثالث للسنة الجديدة بدأ من برلين وانتهى في الجزائر فيما يتعلق بالأزمة الليبية الجزائر دافعت عن مقاربتها بتبني الحوار وسيلة للحل والابتعاد عن السلاح ليتقرر اجتماع لدول الجوار حضره وزراء خارجيتها بالجزائر في أول محاولة للضغط على الفرقاء الليبيين للجلوس إلى طاولة الحوار بعد أن زعزع حفتر الهدنة على الأرض وإذا كانت الحرب في ليبيا ففي الجزائر يواصل إرهاب الطرقات حصد أرواح الجزائريين 13 قتيلا في استضام حافلتين بالوادي ما استنفر الحكومة لعقد مجلس وزاري مشترك لدراسة حوادث المرور وبشرق البلاد دائما والي بورجبوري ريش في فيديو نشره على فيسبوك انتشى بمنحه كرسيا متحركا لأحد المواطنين مشهد استعراضي نال حقه من التعليقات الساخرة في حين تعاطف الكثيرون مع التلميد الذي يذهب إلى المدرسة حافي القدمين في غلزان تعاطف من أبسط مواطن إلى أعلى هرم السلطة الرئيس تحدث عن الطفل وبغضب كبير في مقابلته مع ممثلي وسائل إعلام وطنية في تقليد جديد وحميد لرئيس الجمهورية بعد أن غابت حوارات الرجل الأول في البلاد عن المشهد الإعلامي في سنوات النظام السابق الرئيس فتح قلبه وتحدث عن خطته السياسية والاقتصادية وأجاب عن تساؤلات كثيرة في هذا الأسبوع شدت الأنظار نحو القاهرة لمعرفة هوية المنتخبات التي يواجهها الخضر في تصفية كاس العالم لمنطقة أفريقيا أين ستواجه الجزائر؟ في المجموعة الأولى كل من بوركينفاس والنيجر وجيبوتي مجموعة تضع الخضر في رواق جيد للتأهل لنهايات كاس العالم 2022 بقطر العالم الذي يواجه تحدي صحي خطير كورونا فيروس يقتل 25 صينيا وتأهب وتوارئ بكل مطارات العالم بما فيها الجزائر